من جديد رجالنا لكم مشاهدين العزاء ومكملين هوانا الوطن ومتشكر زميلتنا هيبا حسين على هذه الفقرة التدبيرية المنزلية وهذا هو حال الأنثى والمرأة الفلسطينية دائما مشغولة ببيتها لصالح أبنائها وزوجها وعائلتها أن تحاول تسعفهم بأي موضوع بأي نكشة حتى موضوع الأكل بيكون هاجس عندها طول الوقت بتفكر فيه شو بدي أعمل فطور شو بدي أعمل غدا وهكذا وفيه كمان أمور تفصيلية جوة العيلة جوة الحياة بتاخدها كتير يمكن اليوم إحنا منحكي عن دور الأم والأهل في مراقبة أبنائهم خاصة للأطفال في عملية الكميات اللي بيأكلوها ونوعية الأكل كمان اللي بيأكلوها هذا جزء كمان من تدبير المنزل اللي هي صحة أبناء العائلة وبما فيهم الأطفال لكن بفصل الشتاء عملية السيطرة على وزنهم وطبيعة مأكلاتهم بتكون مهمة صعبة إذن هذا الموضوع الرئيس هو تحت عنوان كيفية التعامل مع الوزن الزائد لدى الأطفال ونناقشه أكثر مع ضيفنا الآن السيد عبد الرحيم السلعوس أخصائي التغذية أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك شكرا كيفك؟ نيسا على صباحك يعني إذا إحنا إلا منعرفه أربعة أو خمسة سنة نفس الوزن كيف هذا السؤال؟ ذكرتيني أنه بلشنا نستضيف عبد الرحيم لما بلشنا تقديم ثنائي مع بعض من سنتين بالضبط صح شو رأيك بالتطور هلا؟ والله تطور كبير يعني سنتين مش كمية حسسناك بفرق العمر طب بس عن جد كيف قدرت تسيطر على وزنك وعلى نفس الشكل بهذول السنتين؟ شوفي أنا بصراحة عندي قناعة تامة أنه هو مبدأ سلوك وعادات يعني حتى أنا مثلا في العيادة مع الكليينس اللي عندي دايما بتتبع معهم فكرة السلوك قديش منيقدر نغير في عاداتهم الغذائية لأنه هي هاي المشكلة يعني هي الفكرة دايما مش إنه لفترة محددة أو مثلا نوعية الأكل أو مثلا طريقة الأكل هي اللي بتحدد خلاص يصير أسلوب حياة بالزوط هو أسلوب حياة وإحنا من سنتين إلى هلا أنا وما يساع على نفس النصائح لأدي تغير إشي لأ أنت كنت دكتون صحي صح؟ عالف طادي أنا نصحت عنك بس هذا اللي تغير يعني فيه شغلة أنا دايما بحكيها للكليينس اللي عندي يعني بحاول أشجعهم أنه أنا فعلا كان وزني زياد أنا نحفت 25 كيلو بس يعني كانت بس بطريقة تغيير عادات الغذائية وما زلت يعني أربع خمس سنين تقريبا محافظ عليهم بدون ما يتغير عليه شي يعني باكل كل شي بس لكن بضل العادات نوعا ما تغيرت يعني انجبرت على تغيير بعض العادات طب يعني هون أنت أصدق أنه لازم إحنا نبلش في عادات غذائية صحيحة من سن صغير لعنده أولاد حتى ما نوصل لمشكلة الوزن الزائد 100% طب كيف نبدأ مع الأطفال هلأ بصراحة شوفي الموضوع يعني أنتوا طرحتوا بموضوع السمنة عند الأطفال وهو هذا الحكي بجوز كنا نحكي إنه بره كتير منتشر أكتر من عندنا بس فعليا لما تبدي مع لما تشوفي المراجعين وكذا وتشوفي قديش فعلا فيه مشكلة كتير كبيرة بهذا الموضوع يعني مثلا دراسات أمريكية بتقول إنه عندهم من بين خمس أطفال طفل بيعاني من السمنة يعني فإحنا ميقول إنه عندنا لأ شوي بعد بس إحنا في عين كتير اقراب أو رح نصير اقراب على هاي النسبة ليش بصرا مع انتشار محلات الأكل السريع كمان أجزاكتل أول شيء الأكل السريع بشكل عام والأكل الفاست فود والأكل الدليفوري والأكل كله السويتس والسوبر ماركت كله في العينة المشكلة الأكبر اللي هو عدم الحركة إنه دايما إحنا عندنا أطفالنا معهم بتحركوا بظل وجود التلفزيون بظل وجود الكمبيوتر الألعاب الفيديو جيمز كل هاي الأمور عم بتخلي الأطفال عم بيميلوا للقعدة ويقعدوا يعبوا على أو يتفرجوا على التلفزيون أكتر منهم يتحركوا فبتلاحظي صار مثلا صعب إنه تلاقي أو تدمج طفلك إنه ينزل على الشارع مثلا يلعب أو في الحديقة أو 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 صار بفضل إنه ياخذ الأيباد ويلعب عليه أكتر بما إنه يتحرك حتى على فكرة صارت طبيعة البنايات يعني أصلا هي العمرات رطل في مساحة يلعبون هذا الحكي مش موجود عندنا ممكن بره يكون موجود أكتر أو بيهتموا فيه أكتر بس عندنا بصراحة شب يعني بصير خطر فبقولوا لأ خد خد الآيفون أو الآيباد ويلعب عليه أحسن بس أصعب الشغلة بقصة الوزن الزائد عند الأطفال إنه مش زي الكبار أنت ما تقدر تعطيهم برنامج جوجيم زيهم زي الكبار لأنه لازم يحصلوا على جميع العناصر الغذائية وتكون تغذيتهم سليمة صحيح مية في مية هلأ إحنا بصراحة يعني الاشي اللي منتبعه مع الأطفال إنه نحاول نحافظ على وزنهم بهذا الوقت لأنه هو أورادي عم بيكبر عم بيطول فإحنا بنحافظ على وزنه بهذا الوقت علشان نايزي يطلع يطلع يعني فإحنا مثلا تيجي مثلا والدة طفل بتقول لي إنه مثلا مش عم بينزل بالوزن يعني أو مش عم تنزل بنتها بالوزن بقولها أوكي بس أنت لاحظي على شكلها قديش عم بيفرق لأنه هي أورادي عم تطول فإحنا أصلا ما بدنا نعمل بعدين ما منقدر نقص عليهم كتير يعني ليش لأنه أنت عم تحكي عمالك مثلا طفل عمره عشر سنين إله خمس سنين متعود على بعض هاي العادات فأنت بتحكي عمالك نص عمره هو فعليا متعود على هاي الأمور غير ما نحكي مثلا إحنا والله أنا عمري رح يصير ثلاثين سنة مثلا أوكي خمس سنين اللي متعود على عادات غلط بقدر إني أتجاوزها بس مثلا طفل عمره عشر سنين أنت بتحكي عمالك على خمس سنين يعني نص حياته فصائد تغييره مش سهل يمكن كمان المشكلة أنه عندهم لما بيوصل للسمنة الزائدة هو فعلا بيكون هذا الموضوع درجة تعلقه في الأكل صارت أكبر بالضبط فيمكن كمان قدرته على السيطرة على رغباته كمان هاي بتكون أصعب يعني مشكلة ما بتتخيلي قديش يعني بيجي مثلا ممكن هو يعيط عسنه جاء برشي هم بقال مشكلة أنه بيكون بعيط يعني أنه مثلا بيجي بتحكي له أنه شو حابب أغير لك في البرنامج شو حابب أحط لك شغلات بيبدأ يذكر لك الكولا والعصير والشوكولاتة والسنيكرز والمارس دمقت الدمية والفاسفود والبابايز يعني يعرفتي فإنه بتصير أنه لأ بدك تحاول تقنعي بشغلات أو يعني بدائل تانية ممكن يمشي معك أسبوع أسبوعين إحنا دايما منحكي مع الأهل أنه حاولوا نغير عادات يعني حتى لو أكل شوي زيادة مش هون المشكلة نحاول دايما نحذره أنه أنت اللي عم تعمله أنه هذا الإشي غلط بس يعني ما يكون فيه نشعره بالذنب دايما وما نحسسه أنه هو عم بيعمل كتير إشي غلط بيصير الطفل أجرسف بيصير يعني عدائي أكتر أو بيصير يعني خالف تعرف يعني أنه أنا بدي بس يعني عشان أنا هيك ممنوع بدي أكل هاي الشغلة حتى لو بالسر يعني تخيلي في كان مثلا على سبيل المثال كل ممنوع مرور كان في عندي بنت يعني عمرها تقريبا 8-9 سنين وزنها يعني كتير يعني أكتر عشرين كيلو من الوزن اللي هي لازم تكون عليه بتيجي والأم والأم بتقول لي أنا متبع عليها ومية في المية وفي المدرسة وما عم بتخرب شي ولا كذا بس وزنها مش عم بينقص حتى ولا عم بضل زي ما هو عم بزيد شوي فضلت ضلت تتبع عليها لأت أنه هي بعد ما الكل ينام بتضلها هي صاحية وبتروح على التلاجة بتفتحه وتأكل طبعاً ما حرام فأنت يعني لما تسمعي هيك بتصير إنه بدك تحاولي تلاقي طريقة إنه كيف تتعاملي مع الطفل تتعاملي مع الأهل دايماً أنا برأيي المشكلة بالأساس نرجع لجذور المشكلة اللي هي من الأهل لأنه الأهل وهنا أولادهم صغار أو هنا طبيعيين بتلاقيهم بحاولوا يجيبوا لهم دايماً الشوكولت والبروح الأب على السوبر ماركت بجيب شوال حسنات إنه أولادهم يعني بتضيبسطهم وكذا بس هو فعلياً بيدمرهم أنا بسمع من أغلب الناس اللي عم بيجوا إنه كلهم في عندهم درج أو في عندهم خزانة في البيت تحتوي بس على شوكولت وحسنات وهاي الأمور اللي بيشتروها من الماركت بتصير تتوزع جوائز عينية فالمشكلة فالمشكلة أن الطفل عم بيربع على إنه هذا الإشي طبيعي يكون موجود إنه شوكولت إنه لازم أنا دايما أنا عادي موجود عندي بفتح الخزانة وباكل أمتى ما بدي يعني في عندي حتى ناس كبار يعني عشرين وخمسة وعشرين سنة بحكولك أنا مش متخيلة إنه الحياة فيش فيها شوكولت يعني كيف ممكن أنا أنا صغيرة وأنا في عندي خزانة في البيت فيها شوكولت كأخصائي تغذية شايف إنه صح إنه كون في نسبة معينة إنه يتناولوا منها هاي المأكولات التسالي الشوكولاتة والحسنات هلأ أشوفي بصراحة هو بيرجع لحسب فضاوة الأهل أو حسب يعني علمهم في الموضوع يعني يعني عفوا بدلت شابس فيك كتير بكل بساطة كتير فيها اللي عم بعمله بتجي بحبت البطاطة بتعمليها كتير طاعة كتير رئية وتشويلهم إياها تحط عليهم سبايسز اللي بدك إياها من البيت بيأكلوا هذا أوبشن صحي فيك تعملي مثلا أوبشن حلويات من شغلات نوعا ما طبيعية يعني إنتي عارفة يعني في البيت ممكن بيزبط لو اتاخذ في الأسبوع مرة إتس أوكي مش مشكلة بس ما يصير يعني الإشي كتير سهل لإلهم إنه يروحوا على الهدف فهو دايما الفكرة إنه الأهل لازم يكون في وعي منوهن الأطفال الصغار بحيث إنه ما لما يكبروا تتفاق معهم المشكلة طب اللي تورطوا في الموضوع وولادهم سر عمرهم 12 و 13 سنة وعندهم صمنة زائدة وهذا الشيء كمان هو عم يستمر يعني هو مش واقف يعني ريت لو أنا واقف عند هذا الوزن وتمام فيه مخاطر إنه يزيد أكتر كمان هذا الشيء عم بعرضه لمشاكل في المدرسة يمكن يكون منبوذ يمكن يكون الأولاد بطبط بدايقه هل صح إنه ينعمل له نظام غذائي بما يسمى الديت أو الرجيم أو هذا السن ما بينعمل له نظام غذائي هو بينعمل له ما بينعمل له لكن ما بينطبق زي ما بينطبق على الناس الواعيين خلينا نقوله وأكبر شوي في العمر يعني بده يكون أول شيء تراعي الشغلات اللي هو بحبها إشي كتير أكيد حاولي ما تحرميه من الشغلات اللي هو متعود عليها ما بصير يجي نقطع عليه كل إشي مرة واحدة الموضوع التدريجي وبدل ما يكون التحفيز والجوائز بالإشي والله بدي أخذك تاكل في الكيف سي مثلا أو في أي مطعم هو بحبه يكون مثلا تحفيز لإشي نوعا ما هلثي أكتر أو إيجابي أكتر نحاول ندمج الأطفال مثلا ست البيت إذا كانها فاضية طبعا أو يعني هي ما بتشتغل أو شيء يعني في معها شوية وقت أنه تخلي الطفل أنه يشاركها في تحضير الأكل تحاول مثلا هي بتقطع الخضار تخليه مثلا يرتبهم بطريقة معينة بطريقة اللي هو بحبها يحاول يندمج في الإشي يشوف الإشي الهلثي والصحي أكتر كم عدد الوجبات المسمحت له في النهار؟ زي الشخص العادي يعني نحن نحكي عمالنا فطور غدا عشاو وفي عندك كتو سناكس يعني هو يعني بكون إشي طبيعي بس دائما قلت لك الخيارات تكون لطيفة ما يكون يعني يكون مثلا فيه تنويع مثلا تعمي الخضار رح يزعق أنه يأكل الخضار بنفس الطريقة طب ليش ما نعمل له هاي الخضار مقطع نعمل له مثلا دب صغير ممكن يوغيرت مع لبن مثلا مع شوية فواكه أو ممكن شوية إشي مثلا زي كفيمل لبن مع كاتشب بصير زي دب صغير هيك خفيف فيهم يغطسوا فيه الخضار بصير إشي يستصيغوا شوي شوي فهيك هي مسألة تغيير شوي في طريقة البيت كلياته طبعا تيجي مثلا أنه أنت حارم الطفل وانت في البيت عم بتجيبوا فاست فود عم تطلبوا على العشا بيزا والولد بتكون الطعم وصحة هذا الحكيمة رح يزبط هو رح يكون لازم تتغير كل البيئة سيستم كامل يعني هو وإخوته وإمه وأبوه كل هذا سيستم بدي تغير داخل البيت علشان يتفادوا هذا الموضوع لأنه بصراحة كتير عم نلاحظ أنه المشاكل صحية يعني بتبع السمنة وبالذات عند الأطفال يعني مع كبرهم يعني بتلاحظي مثلا اللي عم بيصيبهم سكري وهن عمرهم 35 و40 سنة بتلاحظي أنه كان المشكلة هن سمنة وهن صغار لأنه هذا الحكي عم بيأثر عليهم وهن عم بيكبر حتى بيأثر على مستواهم الدراسي أكيد طبعا بيأثر بشكل كتير كبير فالفكرة أنه تغيير جذري في كل البيت طبعا والأفضل أنه يكون يعني رسالة للأهالي منه هن أولادهم صغار قبل ما يمشوا يصير عمرهم عشر سنين يعني عفوا يعني قبل سنة تقريبا كنت بتعامل مع حالتين عمرهم وحدة 14 سنة وحدة 16 سنة مراهقة كمانا وزنهم عم تحكي عن مالك 95 كيلو وزن يعني مهول عرفتي علي وكان عاملهم كتير أزمة يعني وكتير مشكلة نفسية في المدرسة مشكلة حتى مع الأهل مع المجتمع صحيا اللي بس يعني بالبداية تغلبنا معهم بس لما بدوا يشوفوا النتيجة لاحظنا أنه فعلا في يعني يعني عفوا اتنتين وصلوا هلأ وزنهم واحدة 62 وواحدة 63 و64 قعدنا سنة معهم بس بالنهاية وصلوا اللي هن بدهم إياه حلو وماشاء الله يعني ماشيين بس الفكرة كيف أنه لما يبدوا يشوفوا النتيجة بيبدوا يتحفزوا صح الصغار أصعب شوي بالضبط كمان الصعوبة عند الأطفال يعني أنا بتذكروا إحنا في المدرسة هذا الجول التشاركي المأصف اللي فيه كل أنواع المشهيات كل الولاد اللي قاعدين عم يأكلوا ففيه نور صعب للولاد يأكلوا فيها شكراً تذكرتين بشغلة برضو كمان حكينا في البيت بس برضو المدرسة يعني عقوان المدرسة اللي بنباع في المدرسة مشكلة يعني مشكلة كبيرة عم تحكي عمالك هذا العصير اللي بيبيعه هو مي وسكر وصبغات كلها ملونات للسعادة عن الموضوع الصحي يعني والإضافات الموجودة عليه تتلاقي الأطفال كلهم بشترو تشيبس وشوكولت وفلافل مثلاً أو غير السنوش اللي معهم من البحث يعني فلافل اللي هو كله زيوت وأبصر كيف مألي وكيف فما في رقار بكتير الحل اللي إحنا نختم فيه فقرتنا إنه إحنا نبدأ نأسس معدى صغيرة من داخل البيت هذا هو المصغر حتى هاي المعدة صغيرة لو طلع وين ما راح فيها يقدر يأكل كمية قليلة جداً صحيح شكراً لأي لك العفو الله يساعدك شرفنا يا ساتذراح نتمنى لك دوماً دوماً صحة والعافية شكراً لأي لك اشتركوا في القناة